أوقات بيحصل خلط في المفاهيم أنا بثق فيهم سبهم هم يعملوا لهم عايزينه عشان أنا بثق فيهم لأ وأنا عارف أتصرف وأنا فيقولك أنا ما بغيرش أصلا مع إن دكتور مصوف قال لنا الغيرة دي فطرة ربدناها خلقها فينا عاوزين نفهم بقى يعني ليه ما بغيرش كلمتك ليه ما بغيرش دي دي مشكلة خطيرة جدا ومحتاج فعلا يروح لأقرب معالج نفسي علشان ده معناه إن فيه حاجة غلط في مؤشر المشاعر بتاعتك فده معناه إن فيه مشكلة ممكن توصل لمشكلة عقلية كمان إن هو في الأخير الناس الموجود معهم دولة هو غير منتمي ليهم هم غير مهمين بالنسبة له تمام؟ وكده إن كدت كلامك إن أنا ما بغيرش وإن أنا بثق فيهم فإن كده بتبرر بإن أنا وثق فيهم لكن حقيقة ده فيه مشكلة عقلية لازم تاخد بالك منها إذا ما كانش فيه مشكلة نفسية كمان هناك تمام؟ فبالتالي لازم تاخد بالك من الجزئية دي لكن كون إنك إنت حد وصق جدا وحطت قواعد في البيت وضوابط شرعية البيت يمشي عليها وإنت واصق من اختيارك وواصق جدا من الست اللي معاك عقل أو رسيا ومشي على الحدود ومشي على الميزان الشرعي اللي إنتوا حقينه في البيت والضوابط الشرعية فده يعملك نعمة طمأنينة لكن برضو الغيرة موجودة وطول الوقت كل شوية انت بتعمل زي كده بتعمل انت فحص كده في البيت والله تمام الدنيا تمام بتسأل عارف انه سواء انت برا البيت مفيش توصيل طلبات بييجي ديليفري انت برا البيت مفيش حد من الحاجات الفنية كهربائي ولا مش عارفين مش هيجي الناس دي بتيجي على المواعيد اللي انت بتكون موجود فيها مش بس كده هي لو طلب حاجة من حاجات معينة هتبدأ تقولك ان انا هطلب حاجات من المكان الفلاني أو انت ما تجيش من البيت تتفاجأ بعلب الديليفري وصلت او الحاجات دي لازم تكون انت موجود بالضبط جدا جدا ده حتى انت لو انت شرطة عليها مثلا حد ييجي ساعدها ينظف البيت وهي ست تيجي في معاد معين انت لازم تلتزم بهذا المواعيد طيب لكن انك انت تقول انا ما بغيرش خالص فدي مشكلة خطيرة جدا ولازم ترجع للمتخصص علشان تفهم دائرة المشاعر بتاعتك فيها لخبطة خطيرة جدا ترجمة نانسي قنقر